شكرا جزيلا لحضورك الله يخليك الله يحفلك أستاذ عبي الله بالخير الله بالخير وبركة أنا قبل ما أسولف بهذا القانون الجديد مقدمة جميلة وأفهم من جنابك شكرا جزيلا هذا من ذوقك على اعتبار هذا القانون بعد جديد يحتاج لإلى تنظيج يعني يحتاج لإلى مجلس شورى الدولة وإلى آخره وصولا يعني إلى البرلمان ثم مناقشة ثم إقرار ثم تنفيذ بعدها صرفة طويلة مو كلش طويلة مو كلش طويلة لكن مع ذلك وصل مجلس الدولة وصل إلى مو دا يتراجع وخلال فترة قليلة حيطلع من مجلس الدولة أكو يعني ضمن الخطط سقف زمني لإقرار هذا القانون والانطلاق بتنفيذه يعني هو بس يطلع من مجلس الدولة استاذ علي يرفع للحكومة ورفع للبرلمان إلى البرلمان يبقى هنا التصويت يقرأ أولا قراء ثاني ويطلع للتصويت لأنه هذا يعتبر إنجاز مهم جدا بالاقتصاد العراقي وإذا الاقتصاد يعتمد أهم شيء على الضرائب جنابك هاب السولة ذي قبل كل شيء مو هالشكل شنو الميزة بهذا القانون الميزة بهذا القانون تقريتها الميزات أول شيء يحقق العدالة الضريبية نعم ثاني شيء يشجع القطاعات الصغرى والصغيرة بمعنى أنا أريد شوي ركز على هاي أنت اليوم إحنا عدنا رواد الأعمال باعتبار أنه نحب بها المناسبة نشكر وزارة التخطيط على دورها الكبير في إنجاز أي حيطيك صورة واضحة مجلس تطوير القطاع الخاص عفوا اللي صار الانتخاب مات يوم أمس وزارة التخطيط على مدى أشهر طويلة بكل قيادات ما أريد أذكر جزء من القيادات لأن كل قياداتها مشكورة كل موظفيها مشكورين سعى ولحين تحقيق مجلس تطويق الطاع خاص هو يقود زمام شنو علاقة هذا المجلس بموضوعنا وهذا الملف المتعلق بالضريبة والقانون الجديد مثلا أنت اليوم عندك ريادة الأعمال ريادة الأعمال أنت اليوم لازم عندك مشجعات ومحفزات ومسرعات لهذه المشاريع يعني أنا ليس من المنطقي أنه أنا اليوم عندي شركة جديدة أفتحها اليوم أي وباشر يأخذنا عليها ضريبة زينا أنا بعدني توندها أفتح الشركة توندها أفتح البزنس عدنا تجارب بالعالم هاي النقطة موجودة مضمنة في القانون أحسنت هذا القانون الجديد شكت فترة السماح ماكو فترة السماح شنو أكو قال لوزيري المالية نعم والعمل أن هم يحددون مقدار الضريبة على الشركات الصغرى والصغيرة بمعنى ليش أكو صغرى وأكو صغيرة الصغرى اللي كلش صغيرة اللي هو هسه إحنا نحتاج شوفوا القانون هذا يعني كلش متلائم عالميا هسه إحنا نحتاج هذا القانون بس يصوت هنحتاج أنه نعرف قطاعنا الخاص شنو معنى الصغرى شنو الصغيرة شنو المتوسطة شنو الكبرى لأنه اليوم يأتيك شخص يقول لك أنا عندي شركة كبرى طيب شون أنت خليت نفسك بخانة الشركة الكبرى القانون هنا شون يصنف القانون أخذ التصنيف العالمي ما يصنف القانون القانون أخذ الرؤية العالمية اللي هي شنفول يقول لك الشركات الصغرى والصغيرة نعم وزيري المالية والعمل هم يقررون المقدار الضريبة اليوم مثلا وزيري المالية والعمل قاله وإحنا نريد النشط على سبيل المثال الاقتصاد الأخضر بالعراق فيعفيلك كل الشركات اللي تتأسس بالاقتصاد الأخضر أو اللي تبشي بهذا القطاع أو يفرضون رسوم ضريبية بسيطة بسيطة وهاي تتغير سنويا إذا الدولة مرت بي ضرف مالي صعوب وإجا وزير المالية ووزير العمل وصعدوا الضرائب على هذه الشركات الصغرى والصغيرة والقانون يسمح لهم أحسنتم سؤال مهم جدا إحنا اليوم أنت هذا السؤال حيجرنا لاقتصاد أنا شوي نحكي اقتصاد نطلع من خانة الضريبة الضريبة هي انعكاس للأداء الاقتصادي إذن أنت اليوم أكو دول عدها تحقق 25% من الناتج الإجمالي المحلي كضرائب نعم لأنه نشاطها الاقتصادي واسع نعم إحنا الضرائب حتى تتحقق عدنا بكميات كبيرة لازم يصير عدنا نشاط اقتصادي واسع بمعنى أنا اليوم النفط يحقق لـ 57% من الناتج الإجمالي المحلي اللي هو 300 مليار تقريبا 300 تريليون عفوا أقل شوية أقل أكثر شوية هذا النفط معناها هو مستحوذ زين على كل القطاع النشاط الاقتصادي 750% نسبة عالية مستحوذ الباقي الباقي جزء من عدها كبير تقريبا أكثر من 25% بخدمات حكومية بمعنى أهم النفط بمعنى بصيغة غير مباشرة نفقد بقية من القطاع الخاص النسبة من القطاع الخاص صغيرة مثلا الزراعة جدت شكلي شكلي 3% من إجمالي ناتج المحلي الاتصالات الشكلي تقريبا 8 أو 9 النظام المصرف يشكلي نصف بالمية من المساهمات في الناتج الإجمالي المحلي هاي قطاعات كلها لازم تنهض يعني أنا ما أوصل إلى 15 بأفضل أحوالي يمكن أوصل قريب من العشرين بالمئة أقل تقريبا أقل بلس ماينوس يعني ما حاسبها لازم أحسن فأني اليوم حتى أروح بهذا الاتجاه حتى يصر عندي انعكاز ضريبي نعم لازم أنا نشط النشاط الاقتصادي نعم شون نشط النشاط الاقتصادي إذا هو أول ما يبدو ضريبة الدخل بيها مشكلة حاليا نعم ايه شون نشطة ايه ما ممكن يعني اليوم عندي مثلا يعني أنا اليوم فكرت أفتح شركة صغيرة أول ما تخاف من عنده ضريبة أول ما تخاف من عنده وبالفعل العراقية عنده فوبيا فوبيا من يسمع ضريبة لأنه القانون لا يتلائم ويفتح اليوم السبت الأحد يجو يردون من عنده ضريبة لذلك اليوم اللجنة العليا تنفيذ الصلاح الضريبي مثلا كانت تكون خصومة ما بين الشركات القطاع الخاص وما بين يعني المكلفين وما بين الهيئة العامة والبرائب نعم سوت اللجنة العليا قالت أنا أمطع عدم ممانع لمدة تسعين يوم تعالوا خذها مشي أمورك إذا عندك سلف مستحق تعالوا روح طلعها من الدولة وتعال حاسبني اليوم إحنا عشرين بالمئة اللي استحقوا أن يدفعون ويتحاسبون وخلصت الفترة ماتهم جو يتحاسبوا وعندي ستين بالمئة تقريبا بعدهم بالإجراءات إحنا شقد الضراء باللي جمعناها الفين واربعة وعشرين حتى اليوم إحنا عدنا تقريبا إحنا وصلنا ثين ونص تريليون تريليون دينار عراقي هايش قدر تفعت كنسبة مئوية عن الفين وثلاثة وعشرين أو فيين وعشرين بشكل إجمالي كالسنين تقريبا عشرين ثين وعشرين عشرين واحد وعشرين هذا الرينج بالمئة إذا تبقى هذه النسبة شهر بشهر أكون شهر ارتفاع خمسة وعشرين لا 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 خلينا في الإجمال سنوي وهي نسبة ارتفاع جيدة لكنها بسيطة أنا وين عندي المشكلة عندي المشكلة بمواد القانون النافذ أم المشكلة بتنفيذه أم المشكلة بإمكانية التهرب الضريبي دون وجود ما يعاقب ويحاسب أحسنت أحنا عدنا مشكلة مركبة مشكلة موادنا مركبة وضح لي من فضلك أولا عدنا مشكلة بالقانون نفسه قانون للتلام مع بيئة الأعمال مزين هذا لأنه احنا اليوم بالدستور العراق مفتوح العراق سوف مفتوح إيه أنت قانون كله مبني على المركزية والاشتراكية وهذا القانون الجديد القانون الجديد لا يتلائم مع بيئة الأعمال من جانب آخر أقرأ أنه هذا القانون بضريبة تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة وإضافة هاينانا أكو ملائمة مع بيئة الأعمال طبعا أنت عيدا أتلائم تسبب ضغط على أصحاب الشركات الكبيرة لا لا ليس ضغط أنا أتلائم مع أنا أتلائم مع دخلك كل ما يزيد دخلك كل ما أزيد وياك كل ما يقل دخلك كل ما أقل وياك أكو نقطة شروع؟ طبعا هو إذا تبدي ثلاثة بالمئة وبعدين يزيد وبعدين فكل ما يزيد دخلك عن حد معين إنسان ما يدعرض الأرقام من الأرقام ما حط نقاش بلاحقا هتفوت بالبرلمان نقاش فما ريد أطي أرقام ولكن أطي فقط أرقام السماحات كل ما يزيد دخلك كل ما يزيد النسبة كل ما يزيد دخلك كل ما يزيد النسبة هذا هنا ندي حقق العدالة الضريبة بمعنى أنا مو واحد دخلة أنا شوان حعرف كدولة أنه هاي الشركة زاد دخلة لأنه هذا شعندك أنت حسوي أنت أول شيء بهذا القانون الجديد حيخفض الإجراءات زين ويروح باتجاه الإجراء الألكتروني يفك الاشتباك ما بين المكلف والهاية العامة أنت اليوم أتمت لا خليني بس نوضع قضية الأتمتة الأتمتة هي ليست عملية أنه أجيب برامج وخليها لا أطلاقا الأتمتة هي جزء هي أتمت هيكلة القانون زين إجرائيا زين يعني أنا من أبدي من يا نقطة وعين أنتهي هاي عدل هاي العامة للضراءة هاي هو أي عملية أتمتة لازم تفوت بهذا بهذا الخط بهذا الطريق نعم هي مو عملية أنه أنا أجيب سيرفرات وكمبيوترات وربطها وقل وجبت برامج وقلت آني أتمتت أطلاقا ما ستشتغل لا لازم أول شيء أبدي هيكل الإجراء مالتي من أبدأ وعين أنتهي هاي رقم واحد رقم الثين أنه آي لازم أختصر الإجراءات مالتي حتى أنه أقدر أحولها ألكترونية هاي اثنين خلت تكفر مثال لا لا كلها حلو لا لا كلها حلو لا أريد تكفر بس آني شون آني شون هعرف السيد خالد اللي يمتلك مطعم فخم يمو آني الفاتورة مالتك البيو اس مالتك نشد ويايا الفاتورة المطعم مالتك نشد ويايا فأنا حسوي كل شيء كل شيء حيدخل آني حعرفك آني حسوي استقطاع مباشر أنت ويا الفاتورة استقطعت هاي طبعا أنت تحكي على مطعم هاي ضريبة مبيعات لا أنا روح بالضريبة مبيعات لأنه لدينا فشيفت راغذي ما موجود خل نحكي على فشيفت موجود مثلا ضريبة العقار زيان ضريبة العقار أنت بيعت عقار المنظوم وما للعقار أنت وان هتروح وتودع فلوسك بالمصرف شكرا إذن آني من المصرف أخذت الاستقطاع وانتهي الموضوع وخلص لا أشوفك لا أشوفك بها البساطة هاي أنت عندك شركة عندك نافذة منصة صعد حساباتك على المنصة زين وينتهي الموضوع زين وحتروح لحسابات وبدأ أستقطع من رصيد الشركة البنك حساب البنك لا لا صارت واضحة صارت واضحة لكن حسب القانون الجديد حسب هذه الآلية الجديدة يعني المتضمنة في هذا القانون المراد أقراره كم نوع ضريبة عندنا حيكون ضريبة الدخل ضريبة الدخل احنا هسا ترى شوفوا احنا عندنا ضريبة الدخل ضريبة نقل ملكية عقار ضريبة عقار ضريبة احنا عندنا نوع متعددة احنا هسا دنحجي فقط خلينا في ضريبة الدخل فقط دنحجي شون هتكون ضريبة الدخل على ما أنت سميت لي قضية المطعم ضريبة مبيعات مبيعات هذا قانون مبيعات قانون ضريبة شوف بالمواد 28 من الدستور الضراب والرسوم لا تفرض إلا بقانون بمعنى من تقول ضريبة مبيعات لازم عندك قانون يحكمه وعدنا قانون حاكم المطاعم والفنادق الدرجة أولى لما نتقول أنا ما عندي ضريبة مبيعات على كل شيء لأنني عندي رسوم موجودة فضريبة المبيعات تتناسب مع الرسوم إذا تريد تخلي ضريبة مبيعات لازم شئ سوي للرسوم تخفضها لأنه حتاخذ ضريبة مبيعات نعم حاليا نشتغل على ضريبة يعني مو إحنا أقصد القانون النافذ هو دا يشتغل على المطاعم والفنادق درجة أولى فقط نعم بكلمة ضريبة هسف اللجنة العليا دا تريد تروح باتجاه تنظيج قانون أيضا يتلائم عالميا قانون آخر يتلائم عالميا مع ضرائب المبيعات ولكن يا ضرائب مبيعات مو كل ضراء مو كل المبيعات أكو أكو مجموعة أكو شريحة معينة هذا حديث سابق لأوانا خلينا أستغل للوقت فيما يتعلق بضريبة الدخل المراد يعني تحسين جوانبها الإجرائية ورفع الواردات المتأتية لصالح الحكومة مثلا طبيب الأسنان مثلا هاي ضريبة الدخل مو صيدلية ضريبة الدخل لو أيضا ضريبة مبيعات صيدلية لا دخل ضريبة الدخل شون حيتم التعامل معهم حاليا هسا كالاجنة العليا اليوم المحامة على سبيل المثال اليوم صدروا قرار صدر القرار اليوم أنه الضرائب للأطباء وأطباء الأسنان تكون بطريقة التقييم الذاتي أي أنه هو يجي يفصح عن ضريبته عن عفوان دخله ويصير أكو استقطاع من هذا الدخل وتنطرح المصروف والمصاريف وتنطرح الإيجارات وكذا يعني مصاريف بشكل عام ويبقى عنده نسبة الربح الضريبة هذه العامة تتحاسبوا على هذا على هذه نسبة الربح مالتك احنا اليوم عدنا كلجنة عليا للجنة العليا ترى ما بعدها ما دخلت قطاعات جديدة للأوعية جديدة هسا بدت تدخل وعاء الأطباء وعاء طباء الأسنان ارتفع الإيراد بنسبة 20 إلى 22% فقط بعملية تنظيمية بعدها مطابة بعملية يعني الفارق اللي صار بين 23 و24 بنفس الشكل بنفس الآليات المتبع فقط التنظيم يعني تجديد الإجراءات والتنظيم ماكو تجديد بالعكس عقد مصالحة بين الهيئة والمكلف كان أكو خصومه مثلا أنت الجامعات الاهلية المفروض هي معفية من 2004 إلى 2016 حسب قانونهم تمام هاي كانت خصومه الرفعة الخصومة أنه هم فعلا حسب القانون معفين من 2004 إلى 2016 إلى 2016 سعودا يتحاسبون يتحاسبون وبدأوا يتحاسبون بدأوا يتحاسبون مثلا كتاب عدم الموانعة كان ينتظر بخمس نسخ زيال ليش يبنزر بخمس نسخ وما زاد عن ذلك يطب بحالة أهواء لطيف ليش أجدت اللجنة يابة تريد كتاب عدم الموانعة تعال أخذه ولكن تسعين يوم تتحاسب إذا ما تتحاسب سأخضعك وين أخضعك للقانون فاللي ما إجه خلال هاي الفترة سيخضع وين للقانون بدليل الناس قامت تجي يعني سعدنا 20% من اللي استحقوا أن يجون إجوي زين إحنا زيدنا 20% بعد القيام بمجموعة من الإجراءات التنظيمية ممتاز إيش قد نقدر نزيد أكثر بناء على القانون النافذة سمحنا ما جاي نحن عن القانون الجديد هسا جايك مثلا هسا خلي نستغل هذا الوقت المتبقى عندنا لتوعية المواطن أرجوك لأنه ها كل شمع يلا تفضل المواطن إذا توعى الإيراد الضريب يزيد ولكن لازم يتوعى بحقوقه فأنا هستغل برنامج كذا تسمح لي أي أوعي المواطن يلا تسمح لي أكيد ممتاز تفضل يا مواطنين يا عزائي يا أخوات أخوتي تروحون للضريبة يقول لكم معدكم تشابه اسمها قل لي لا ما عندي تشابه اسمها لأنه إذا إذا اسمه متشابه فإسم الأمم الشابه إسم الزوجة ما مششابه هو ليش يقول لهم أكو تشابه اسمها لأنه أكو تشابه اسمها فعلا أي فصارك قرار من حق المتشابه اسمه إذا أكو أي اسم يقدر يستند عليه آخر يرفع التشابه يرفعه ويطالب يا مكلف طالب بحقك من يقول لك أكو تشابه اسمها زين قل له نعم شنو الاسم الأم فلانة أنا اسم الأم ما لدي فلانة إذن أنا ما عندي تشابه خلاص يلا مشيلي معاملتي خلاص امتنع الموظف كل طرق الشكوى إليك مسموحة والكل حتشكيك وإذا امتنع الموظف وين أروح رئيس الفرع إذا امتنع رئيس الفرع أكو رقم للنزاهة إذا امتنع نزاه مت متنع أكو رقم للنزاهة يعني أبدي أصعد بالشكوى لأنه هسه هذا قرار طلع من اللجنة أنت جاي تحدثني عن فاسدين وابتزاس أنا ده أحتي توعية المواطن أنا أريد أوعي المواطن زاعدا صارت حالة ذاك اليوم خل نحتيها على الهوى حتى المواطن يتوعى أكو أحد يعني ما يخاف المواطن لا يخاف أرجوك خاف أروح أشتكي ويلجون ويايا بالزايد ويأدوني وظيفولي أرجوك لا تخاف ما حد يقدر يبتزك القانون وياك هحتي لك فد قصة صارت قبل أربع خمسة يام أحد الأشخاص اشتراء فد عقار وسعر العقار ثلاثمية ثلاثمائة شنو مليون ثلاثمائة مليون في منطقة في بغداد خابره شخص قال تعالي طيني مبلغ ما وقدره أنا أنا أزل لك خمسين مليون من الضريبة أجي المواطن هذا الرجال اتصل ليش أشقد الضريبة على ثلاثمائة مليون أشقد ضريبتها حتى هو يريد هذا الرقم حتى ينزل لك خمسين مليون هي لثلاثمائة مليون ضريبتها تقريبا ما سلازم نحسبها بس ما بين تسعة إلى دعش مليون زيان هو يريد هذا الرقم حتى ينزل لك خمسين بالمناسبة هذا اللي دايق بلغه ما دايحشي غلط دايحشي صح بس تلاعب بالألفاب شلون أول خمسين مليون من الثلاثمائة مؤفات بالقانون فهو إش دايقل لي دايقوا لطيني هذا المبلغ حتى يعفينك أول خمسين اللي هي وين مع فيه اللي هي أرضي مع فيه بالقانون ثاني خمسين ثاني خمسين عليها ثلاثة بالمية ثالث خمسين عليها أربعة بالمية رابع خمسين عليها خمسة بالمية وما زاد عن ذلك عليها ستة بالمية يعني شنو ما زاد عن ذلك إلا خمسين لا مثلا أنت بيتك ميتين وسبعين العشرين الفوق الميتين وخمسين العشرين تتحاسب عليها مثلاً 6% مو إلا الرقم ويكون صحيح يا مواطن أعرف حقك حقك أنت أول 50 مليون بالقانون النافذ لضريبة تحويل ملكية العقار معفاة هاي القانون ما يحاسبك عليها أنت تروح مع يعني أنت تقول له هاي مواطن هذا حقي ليش تأخذ حقي هذا حقي إحنا ذا اللي وعينا المواطن الإرادة الضريبة يزيد الإرادات للحكومة يزيد والمواطن يقول ما يخاف من الضريبة لأن الضريبة عملية سهلة مو صعبة ولكن بس المهم تفهم خليني أسئلك آخر سؤال ما بقعدنا غير دقيقة دقيقة ونص ونصف نحن لا نوع المواطن نتصر دقيقة خلاص الوقت شو سوي مين أجيب وقت هاي خلاص دقائق دا تمشيو الميل دا يمشي شو سوي شقد أمكانية التهرب الضريبة وفق القانون النافذ وكيف سيعالج أمكانية التهرب القانون الجديد أمكانية التهرب الحالية نعم شوف احنا أنا اللي اكتشفتها من وجهة نظري أنه الناس دا تتهرب بسبب العقبات الكثيرة ماذا؟ الناس تريد تدفع ولكن خففوا لها العقبات هي تجي تدفع يعني أنا اللي اكتشفت يعني شو نخففوا لها العقبات إذن أحيانا يعني أحيانا العقبات مو قانونية مو مواد بالقانون ولذلك أحيانا العقبات جسدية شخص قدامي هو يعقل حتى يأخذ أحسنت ولذلك من صار أكو عملية تنظيمية وسهولة بالإجراء ارتفع عندك الإيراد شقد 20% فإذن أنت أكو إمكانية لرفع الإيراد برضات المواطنين المواطن يقول لك يعني إحنا مثلا نسوي صار أكو قرار مثلا الحكومة تطلب المكلف 10 ملايين على سبيل المثال الأرقام التوضيح وعنده غرامة على 10 ملايين مليونين المكلف مزاعة للحكومة يقول لك أنا هاي المليونة ما أدفعها أنا أدفع ثمانية نعم الأصل الضريبية أدفعها الزين الاثنين ما أدفعها فالمكلف مزاعة للهيئة فاشصار من صارع فاء مصارع أطفاء للغرامة والفائدة راح دفع راح دفع لك الثمانية إذن المكلف يريدي الصالح المكلف يريدي الصالح ولكن أن تنطيط طريقة لي الصالح به أنا خليني أكتفي بهذا القدر أرجو المعذرة خلص عندنا الوقت لازم عندنا جلسة حوار ثالثة كانت وحدة عندنا عبر الأقمار هاي الثانية إن شاء الله وبعد عندنا ثالثة ونحتاجين أيضا الرابعة إن شاء الله حتى نسئلك ونستمتع بالحديث وياك وخلينا شكرك السيد خالد الجابري رئيس مؤسسة أصول التطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة شكرا جزيلا وصلنا مشاهدينا إلى ختام الحلقة شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء